انا منتظر سؤالك لعلنا استطيع ان ننقذ حياة انسان او شخص انت ممكن تسألي عبال ما هو يفكر في السؤال بتاعي رأيك ده انا بدي اسأل سؤال على السنة على الخمول تعرف ايش يعني خمول اه اعرف يعني ايه قول يعني انت دلوقتي بتسألي اسباب الخمول صحي كده ولا بتسألي ايه طب انا بعمل تحاليل مفيش ولا حاجة بقوله نقص في الدم طب بعد ازنك كملي معي بعد ازنك كملي معي كملي معي كملي اقرار اه بص اه هناك سبعة ستة او سبعة وتمانية اللي هتذكره دلوقتي هقولهم لك في اسباب الخمول اول حاجة تناول كمية كبيرة من الكربوهايدريت المكررة تناول كميات كبيرة من الكربوهايدريت المكررة عدم تناول كميات كبيرة من الكربوهايدريت المكررة سبب في اه الخمول عدم ممارسة الرياضة بصورة كافية سبب في الخمول النوم غير المنتظم سبب في الخمول الشعور بالتوتر والقلق سبب في الخمول عدم شرب سوايل كافية سبب في الخمول الشعور بالملل سبب في الخمول لابد ان نعرف ما لم يكن هناك اسباب مرضية ايه? ايه اللي موجود عندك بالزبط عشان نعالجه مع بعض? طب انا اول ما بصحش اوقات اصحى لازم نطولي بحس بنوم اول ما اصحى طولي اليوم زي كده. يعني اه يعني السؤال بتاعك? كان نعز سمية سوية ولكن عارفت يوم في مكان صحيح. اصبرها على ما تقوليش بقى باللغة الهيغروفية بتاعت. مش فاهم انا اللغة بتاعتك دي يا شيخ. قولي بالعربي. انها بعربي يا شيخ. اوكي ماشي 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 ماشي. مش بشرب الجهزة. بشرب. يمكن تقولي ايه علاج ده? اه يعني انت بتسألي اسباب بتاعه بالجسم عند الاستيقاظ. صح كده? ده سؤالت. اه. ده بيقول كاف وطيب. ربنا بارك فيك اعمل حاج. اه. تمام. خلينا اقول لك السبب. يا عمر الراجل ده قاعد سؤالك سؤالك سهل جدا. ممكن تكون عندي كانيميا. يا زينة. يا السلام. ما عنديش. ازا انا عنديش وما لقيتش هاش عندي. عندي وارو. بس بس. انا اي حد. انا اي حد هيقعد تحت وهيفتي انا 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 هزعل منه صراحة. الله رشدة علاج الديدان عند الامعاء بيكش بيان ده. عندي فيديو جايب اه اجابات كتيرة على الفيس. اه اه اسمه علاج الديدان. كنت عامل فيديو عن علاج الديدان عند الاطفال يعني. فجايب معايا مشاهدات كتير يعني. فجايب معايا اعجابات. فبعطولي رسالة دلوقتي جالك اعجاب. شكر يا حد. اداني اعجاب مش شكر يعني. اه خليني. خلينا كلمك اه اسباب تاعب الجسم عند الاستيقاث. في حاجة اسمها اه يعني ممكن الارك الارك ممكن يبقى سبب اه لتعب اه اه النوم بعد الاستيقاث. انا ما نمتش يا دكتور احمد نوم عميق. ما بنامش نوم اه يخليني اكون صحية فيقة. ما هو صلاح لما بنام كويس بلا احيانا كده تتفتكر يوم من الايام نمتي ونمتي نوم عميق وصحيتي لقيت نفسك كده اه قلبي كده بينبط كده وحاسة كده براحة غير عادية في جسمك. اه. وجسمك مستيقظ بشكل كويس. مش في يوم من الايام حسيتي بهذا الشعور. ايه السبب بك? لان اولا غالبا بتبقي نيمة غالبا بتبقي نيمة على خبر مفرحك او حاجك حصلت حلوة في حياتك. اه. اه. اه غالبا بتكوني نيمة مسلا زينا كيف ممكن عندها انيمة عنيما عندها انيمياge اه. تمام خلينا چوريما اقول الكلمتين hagاندي يا زينا الله. خلينا اقول الكلمتين الى عندي يا زينا والله اجي اجيلك اوكرانيا برا. ضربك عن الدماغي. المهم اه هجيلك اوكرانيا مخصوصة دربك على غازك كده اوه. اه المهم اه المهم اه دلوقتي مسلا ولا هيكون عندنا 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 الارك. الارك من اهم اسباب تعمل الجسم عند الاستيقاظ من النوم. آآ طبعا دكتور احمد انا طلع عندي اارك. انا بقول لناس اللي عندها اارك خدوا اه الماغنيسيوم. الماغنيسيوم ده فيه تلات عناصر موجودة في الماغنيسيوم بشكل مركز. اللوز والسبانخ. Ahmm. اه. اللوز والسبانخ. وآآ اللوز والسبانخ والافوكادو. اللوز والسبانخ والافوكادو افضل تلات مصادر الماغنيسيوم. لو لو او كانت اي حاجة من الحاجات ديت في اليوم يعني قبل النوم مسلا بساعة او لبساعتين اي حاجة من الحاجات دي سواء كانت على اي تعصير او الاكل بتاعنا او اي شي من هذه الاشياء وكانت اي حاجة من هذه الحاجات هتبقى دافعة قوية جدا لك تنامي نوم عميق ومريح بطول البيت دي مش فاهم ايه اللي بيحصل يا ولاد تعالى? احسبيه براجة المغربية وقالت. تمام. ده كده. اكمل. ده كده. اكمل. ده كده. يعني لو مش حابة عادي. اكيد اكيد. يبقى اول حاجة الارك. ممكن الارك. ممكن الارك سبب في اه في حاجة اسمها متلازمة تمالمل الساقين. مش عارف بقى انتو تعرفها ده. متلازمة تمالمل الساقين ديت يعني ايه? ديت بتسبب رغبة اه ملحة. رغبة ملحة للشخص. او يعني اه مش عارف الترجمة اللي في دماغة دلوقتي مش عارف اجمعها مع بعض. يعني بخلاصة بخلاصة ان بتخلي الشخص بيصحى بمرات مختلفة بتخلي الشخص بيصحى مرات مختلفة في وسط الليل. كنتيجة مسلا الشخص يحس يعني اه يعني اه يعني متلازمة تمالمل الساقين دي بتسبب رغبة ملحة لا ارادية بتحريك الساقين لوجود شعور غير مريح في الرجلين او الفاخدين يعني. رجلية من تحت. انا اشعر بشعور غير مريح وكنتيجة لهذا الشعور الغير مريح انا احسس برغبة كبيرة جدا. اه اه دي بخلينا دي الحاجة اللي زي دي بتخلينا نصحة اه يعني مثلا كل ساعتين اللي انا نفسينا صحيين. ده كل ساعتين احنا مش عارفين السبب ايه. لكن بتحس بحاجة في رجليك تعباكي بتخليكي تقومي وتتحركي رجليك. فبتنامي نقمة بتناميش نقوم عميق تبقى طول الليل تكون تكوني طول الليل دي من الاسابات اللي في لعب الكرة. مش شرط يعني. اللي بتحصل لكل الناس. يعني بتبقى بتحصل لكل الناس. و بتاع لعب الكرة بقى اصلا المشروع النمط حيص صحي بنظامك زي سليم وآه وبيتامينات ومعادن وحاجات زي كده. دفع قد جدا اصلا ما يحصل لهم مش هالحاجات دي. ها ها ها. ممكن من انتشار الاكسجين. ممكن برضو يا زينة. احنا 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 دلوقتي برضو اه سنق هقولك اه آسف ما اسميتك احسب رباط. مش عارف. طب خليكي بس اقولك حاجة تانية. هقولك حاجة التانية برضو مفيدة. بالنسبة لزينة. زينة اللي اعدى. بالنسبة لزينة اللي اعدى تحت. برضو من ضمن الحاجات اللي اتخلينا انه نمشي نوم مريح وعميق. في حاجة اسمها صرير الاسنان. اسأليها بقى يعني ايه صرير مش هتلاقي عارفة. بل رغم انها بتدرس اسنان بس مش هتلاقي. اه مش هتلاقيها. ايه تدرسي بالروسي. مفيش فايدة. طب انا هديكي معلومة بالعربي. النبي صلى الله عليه وسلم عربي. انا هيا في تركيا بس بتكلم عربي. باعمل فيديوهاتي بالعربي. لان النبي سلم عربي. ازا كناش هم مش هنعرف العربي هتقولي روسي بقى وتعملي فيها بقى اجنبية وكسس? لا. ما تشتغلناش. النبي عربي واحنا وحنا بنحب النبي سلم عشان كده بنسر المجتمع العربي. اه. بصي. صرير الاسنان ده ان الشخص يحس ان هو يعني عايز يعني تلاقي بيكز على اسنان واسنان النوم بيكز على اسنان واسنان النوم ودي بسبب بسبب المسلا في الراس وضرر في الاسنان او الم في الاسنان تلاقي الشخص بيكز على اسنان وويتخلوش يعرف ينام طول الليل كويس ممكن يكون هو ظاهريا شايفه نايم لكن بيكز على اسنان وبيصحب نوبات مختلفة طول الليل فبالتالي النوم بتاعه مش نوم مريح ولا عميق وبالتالي مش هنس يعني فصري الاسنان برضو من ضمن احد الاسباب اه برضو هناك بقى اسباب غير مرضية دي الاسباب المرضية تكلمنا فيها اه اسباب الكز لأ مش هقولك مش هقولك لأ مش هقولك عشان عيب مش هقولك مش هقولك ما تستحي يا هي المنتي دي قللت الادب بالله العظيم انا ما ليش فيلت الادب الا انته عشان بشي رحشان صحيح استغفو الله العظيم تمام تمام انتو جايلين الاسباب ماشي احنا تجولنا الاسباب تمام انت اللي تقولي مش انا اللي اقول انت اللي ايه سبب كز الاسنان دي انت اللي تقولي انا مش طبيب اسنان. انت طبيبة اسنان يا شطر. الادب يخرب بيوتكم. ماشي يا زينة. ماشي يا زينة. ماشي يا زينة. ماشي يا زينة. انا كاتم دي حكيت اهو. عشان ما تحكش تاني. اه فيه سؤال تاني. والله بص يا جماعة. ممكن. اه ممكن. بس خلينا اقولك على اسباب غير المرضية التي تعب الجسم عند الصحيانة او عند الاستيكاز. اول حاجة عدم الحصول على النوم الجيد الكافي. ده طبعا مهم جدا. اه ان احنا مثلا ما عليكم ما بننابش بقى بمعايد اه منتظمة في النوم. النوم المنتظم مهم جدا. وزي ما قلنا كده الماغنيسيوم ناخده. يعني اول ما تلاقي نفسك مش عارف هتنامي كويس. افضل حل لي. الماغنيسيوم. عنصر الماغنيسيوم نحطه في النظام الجزائي بتاعنا. اللوز. السبانخ. الافوكات. موجود ايضا في الخضروات الورقية يعني. بس انا التلات حاجات دولي افضل. افضل تلات مصادر مركز فيها الماغنيسيوم. ومش عايزة تجيب الماغنيسيوم. مش عايزة تاكل الماغنيسيوم. تروح الراحة الصدلية. وجايبها مكمل الماغنيسيوم. واخدالك حباية قبل النوم. هتنامي نوم وريح وعمي. او تاخدهم من الاكل بتاعك احسن. مفيش افضل من الاكل يعني. نولن. نت بيسألك. بيسأل بيقول ايه? هو بينام بس اربع ساعات. نادرا ما بينام سبع ساعات. تمام. نام اربع ساعات. تتحافظ على اربع ساعات بتوعك يا عم. الدنيا بتخلص بسرعة والناس بتموت كل يوم. وانت انهض نفسك ايوة خليك مركز في الساعات اللي ما عارف انت بسبب الزكر والقيام والصلاة والصيام وفعل الخيرات والامر بالمعروف وانها يعني المنكر والشغل والشغل يمين والشغل الشمال. مفيش مشكلة يا عم اشتغل يا عم. اشتغل يا عم اشتغل اشتغل اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. يعني لو القيامة جامت وانت في ايدك فسيلة تستطيع ان انت تفيدي المجتمع. شوف انا بفيدي المجتمع ازاي بخش? واتكلم مع جميع الناس وبحاول افيدهم. ليه بحاول افيدهم? عشان اذا قامت القيامة وفي لو الايام امت دلوقتي. وفي يد احدكم فليس فسيلة فليغرسها. اه بص يا زينة. اهم لازم ترتاح اهم شيء الصحة. طبعا بالعكس نستفيد منك. بص. بص يا جماعة. مش كل الناس زي بعضها في موضوع النوم. المنظمات العالمية بتقولك احنا محتاجين ان احنا نام سبع ساعات يومية. ما نقدرش نقيس. ما تقيسنيش على كل الناس. ما نقدرش نقيس هذا الرابل مسلا على كل الناس او كده. ممكن مسلا واحد بيشتغل هو بيشتغل بس الحمد لله اهم حاجة تكون بتعاوض نوط الحياة الصحية بتاعك في بصة. نظام الغذائي بتاعك في بصة. اه بتاخد كافة العناصر الغذائية بتاعتك من الاكل بتاعك. بتنام على الاقل يعني لو نمت خمس ساعات او ست ساعات او سبع ساعات ايا كان العدد الساعات اللي هتنامهم يكون نوم مريح وعميق عشان الجسم يستفيد منه. فواعد بينام احداشر ساعات بس ما بيستفيدش من نوم بتاعه. بالشكل الكافي لانه نوم مضطرب. فالاهم في النوم مش عدد ساعات النوم النوم المريح والعميق. هذه وجهة نظري الصح. تمام كويس. المهمة يعني انت حاول قدر الامكان ان انت انت كل واحد عارف صحته وعارف ان سبع ساعات مسلا مناسب والشيء من هذا القبيل. يلا خش اسأل. دورك وصل. صوتك مش جاي. صوتك صوتك. انا عملت لك فولو لازم اكفل هلأ يمكن نعيد اه في. تمام ماشي مع المشكلة. طب بنا عينك وجويك. امين يلا اجاوبهم خليك جاوبهم. اه اللي يريد اه انه ينام بدر يشيل تليفون يشيل الاضاءة. والله بص يا زينة والله انت برافو عليك يا زينة. عارف اجمل حاجة فيك يا زينة انت دماغ كميراك يا زينة.